أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُمَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسليين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد وصلنا إلى قول الله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا يطاف عليهم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجلوس وحال الاتكاء لأهل الجنة ذكر ما يدور في مجالسهم وما يقوم عليه الخدم بخدمتهم ولذلك يعني أخفى ذكر الخدم الذين يخدمونهم عن طريق يعني الفعل يطاف أن يطوف عليهم غلمان ولكن قال يطاف عليهم بآنية من فضة لأن الغاية هو إبراز ما يطاف به عليهم وإبراز جانب الخدم أو جانب الخدمة في هذا المقام وهذا كمقام أهل الدنيا عندما يجلس أهل الترف وأهل الغنى وأهل البذخ في مجالسهم هناك من يقوم بخدمتهم ومن يقوم بتدوير الكؤوس عليهم والشراب عليهم والطعام وغير ذلك قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأنا سبقا تكلمنا عن موضوع الطواف وتكلمنا عن بعض الألفاظ في الدرس الذي مضى واليوم نكمل ما يعني اتفقنا أن نتكلم عنه في هذا الدرس قال ويطاف عليهم بآنية من فضة الآنية على يعني خباء وأخبية وإناء وآنية وكساء وأكسية والآنية هي قد تكون كما قال أهل التفسير قد تكون من حجر أو من زجاج أو من فضة أو من ذهب أو من غير ذلك ومن جلد وكل هذا صح إطلاق الآنية عليها والآنية كما قال الإمام الراغب قال هو ما يرتفق به الطعام أي يوضع به الطعام ويدار على الجلوس ويعني نحن بالعراق نحن سميناتها الصينية يعني الصواني يعني يطاف عليهم بآنية من فضة وقد تسمى صحافا إذا كانت أيضا مبسوطة كما قال الآلوسي إذا كانت مبسوطة ويقدم بها الطعام أيضا تسمى صحاف ومنها الصفحة والصحفة فإنها لها اتساع ولها امتداد فتسمى صحاف على هذا المعنى قال يطاف عليهم بآنية قال أهل اللغة قالوا ولا تقالوا آنية إلا يعني للأشياء المستعملة فلا تقالوا لما يخزن به الطعام أو الشراب لا يسمى آنية الآنية ما يستعمل في آنه في وقته لا للخزن فلا تسمى القربة آنية ولا تسمى الباطية آنية لكن تسمى بقية الأكواب والأباريق والكوز وغير ذلك كلها تسمى ممكن أن تسمى آنية على اعتبار الاستعمال ولا تختص بنوع معين من معدن أو جلد كما قلنا أو حجارة قال يطاف عليهم بآنية من فضة واللاحظ أن في سورة الزخرف قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب مرة ذكر أنه يطاف عليهم بالصحاف من ذهب ومرة الآنية تكون من فضة ولا تعارض في ذلك لأنه هذين المعدنيين يعني لكل منهما رونقون ولكل منهما جمال ولذلك قد يطاف عليهم مرة بالذهب ومرة يطاف عليهم بالفضة وقد يطاف عليهم بالذهب والفضة فيختار الشارب ما يريد من تلك الكؤوس ومن تلك الأباريق والكيزان التي تكون موجودة في ذلك التقديم فهذا من باب التنويع ومن باب بيان على أنه يعني الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم كل هذه النعم قال يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا الأكواب كانت قواريرا والقارورة الأغلب من المفسرين يعني كيب كثير والرازي وغيره من أهل التفسير قالوا القوارير الأصل فيها أن تكون من الزجاج وأن تكون رقيقة رقيقة الصنع ولذلك لاحظوا حتى في قصة سيدنا سليمان قال إنه صرح ممرد من قوارير قال أنه ما كان زجاجا سميكا إنما كان رقيقا جدا بحيث أنه يعني أشكل على الناظر حتى لما جاءت بلقيس أشكل عليها في النظر على أن هذا ما حقيقي لأنه لم تلمس أو لم يعني ترى رقة ذلك الزجاج الذي وضع وإنما ذكرت هناك قوارير قالوا لإرادة بياني تلك الصنع التي صنعها الجن بحيث أنه صرح ممرد من قوارير أي صرح مملس أملس من قوارير من زجاج رقيق وعادة الزجاج الرقيق لا يتحمل المشي عليه لكن هذا كذا كانت صناعة الجن في إتقانها لتلك الصناعة بحيث أنه صنعة الصرح من قوارير رقيقة جدا فكيف بصنع الله الذي أتقن كل شيء ذهب بن عاشور وذهب كذلك نسابوري وغيره من قبل بن عاشور قالوا وقد تطلق القوارير على غير الزجاج وإن كان في اللغة الأكثر تستعمل قوارير في الزجاج لكن قد تستعمل لغير الزجاج بدلالة استعمال القرآن لها قال قوارير من فضة فإذا انجاز استعمال القارورة للزجاج وهو الأصل وهو الأشهر والأكثر وقد تستعمل في غير الزجاج ثم نقف على لفظة الأكواب تكلمنا عنها قلنا الأكواب كما قال الإمام الطبري قال هي الجرار الضخمة المدورة الأفواه ومنهم من قال القارورة هي تكون مدورة الأفواه ويسكب منها في الكؤوس والأباريق وغير ذلك فهذه هي الأكواب وهي ما لا عروة له ولا خرطوم وهذا قول الجوهري وقول أكثر أهل اللغة وأكثر أهل التفسير ومنقول عن قتادة ومجاهد وغيره على أن الأكواب تكون على هذه الحال وذكر ذلك الطبري كما قلنا قال كانت قوارير كانت قوارير أي أنه هذه الأكواب هي من قوارير على خلال اختلاف الأكواب الدنيا أكواب الدنيا لا تكون من قوارير لأن الجرار الكبيرة لا يمكن أن تكون من قوارير خوفا عليها من الكسر لكن هذه في الجنة أكواب كانت قوارير والقارورة قال ابن فارس قال أصلها الألقاف والراء أصلان يدلان على السكون والتمكن فالقر هو يعني قر الشيء إذا استقر وإذا ثبت ومنه استقر والمستقر والقرار والاستقرار كلها على معنى الثبات وسميت القارورة على هذا المعنى قالوا لأن الشراب يقر فيها يستقر فيها وأيضا تستعمل على معنى البرد البرد أيضا هذا المعنى الثاني ومنها قالوا أيضا قالوا ما الترابط بينها وبين الاستقرار قالوا من برد فإنه يجمد في مكانه فيستقر في مكانه فهذا الرابط بين القوارير بين القر بين السكون وبين البرد وكذلك قالوا أيضا قر الماء بمعنى يعني صب الماء في أذنه قر الماء ووقر الكلام وقر الكلام في أذنه استقر واختختلف هي اللفظة هذه عن وقرة وقرة بمعنى الثقل الوقر هو الثقل الوقر هو الثقل وهنا قررة فهذا يعني قد يختلط على كثير ممن ليس له ذريا في موضوع أصول الألفاظ أنه هذه من قررة وتلك من وقرة وإن كان يعني يترابطان في بعض المعنى ولا ضير في ذلك أن ترتبط اللفظتان وتشتركان في معنى معين لكنهم تختلفان في الأصل قال أكواب كانت قوارير وكانت أي كأنه إما كما قال الإمام الرازي قال هذا كانت هنا على معنى تكوين الله سبحانه وتعالى لها أي أنه جعلها بكون وخلقها بكون فكانت من تكوينه على أمر غير معتاد في صنعة البشر فجعلها قوارير وهذه القوارير كانت من فضة ولذلك كانت أمرا غريبا ما كانت إلا بصنع الله الذي أتقن كل شيء قال كانت قواريرا ثم قال قواريرا من فضة قدروها تقديرا قال هذه القوارير طبيعي قرئة قوارير والقوارير الثانية اللفظتان منونتان وقرئتا غير منونتين وقرئتا بالرفع وقرئة الأولى بالألف وقرئة الثانية من غير ألف من غير ألف وهكذا ففيها وجوه قراءات كثيرة قال كانت قواريرا قواريرا من فضة قال الإمام الطبري فيما نقله عن الكلبي وعن ابن عباس ومجاهد قال عادة يعني الآنية تكون من جنس التراب المكان الذي يسكنه الإنسان فلما كانت القوارير هي في الأصل من الرمال فأراد الله أن يبين لنا أن تراب الجنة من فضة والدلال على هذا أن القوارير كانت من فضة وهكذا ذكر الطبري قال لأنه القوارير دائما تتخذ من تربة الأرض التي يكون عليها الإنسان فلما كان الإنسان في الجنة وذكر الله القوارير من الجنة فهي بمثابة الرمل في الدنيا وهذا الفارق الكبير كما ذكر ذلك القرطبي وغيره من أهل الألم قالوا الفارق الكبير بين رمل الدنيا وزجاج الدنيا كالفارق الكبير بين تربة الجنة وقوارير الجنة فهذا الفارق بينهما العظيم البعض قال يعني كيف يفهم منها أن القوارير تكون من فضة والقوارير هي رمل والفضة هي فضة وكلاهما معدن مختلف عن الآخر وعنصر مختلف عن الآخر قالوا أنه الله سبحانه وتعالى من قدرته جعل تلك الرمال السميكة الثخينة تكون رقيقة وشفافة وتكون قوارير من خلال ما جعل الله من سنن في صنعتها والله سبحانه وتعالى أيضا بقدرته جعل هذه الفضة التي هي يعني تكون غير شفافة تكون رقيقة ولها صفاء بياض الفضة ونقاء الزجاج ورقة القارورة هكذا ذكر ابن عباس ومجاهد أيضا أن الله جمع في وصف القوارير قال لأن قوارير الدنيا تمتاز بالصفاء والنقاء ولكنها تنكسر وفضة الدنيا فيها الصلابة والشدة ولكنها فيها السماكة فجمع الله بين هذين الوصفين فجعل هناك رقة وصفاء ونقاء وقوة فلا تنكسر القوارير التي في الجنة فقال قوارير من فضة قدروها تقديرا ونحن قلنا قدروها تقديرا أي أنه هذه القوارير وهذه ما يطاف عليهم بهذه الآنية التي كانت من فضة والأكواب التي من قوارير وقدروها تقديرا فيها أقوال كثيرة فيها أكثر من ثمان أقوال عند المفسرين سنذكر بعضها قالوا إما قدروها تقديرا أي أن السقاط الذين يطوفون عليهم بالآنية هم الذين يقدرون مقدار الشراب للذين يجلسون فينتظرون الشراب وقيل قدروها تقديرا على معنى أنه الكؤوس كما روى ذلك الحكيم الترمذي وذكر ذلك الإمام القرطبي قال أن الكؤوس تتطاير فتأتي إلى أحواض الماء مياه الجنة أو شراب الجنة فتمتلع على قدر معرفتها بعلم الله أنه على قدر ما علمها الله أنه كل شارب يريد أن يشرب من تلك من ذلك الشراب فيقدر ذلك الشراب على قدره وقيل قدروها تقديرا أي صنعت صناعة خاصة أي أنه هنا قدرها الله لهم تقديرا عظيما فقدروها تقديرا أي قدرت لهم تقديرا عظيما غريبا وقيل قدروها أي قدرت على الأشكال التي يحبونها وقيل قدروها أيضا على معنى آخر على أنه على قدر قبضتهم كل واحد يكون له الكأس الذي يريده والكوز الذي يريده والكأس الذي يريده على قدر مقبض يده إن أراده كبيرا أو صغيرا فقدروا على قدر أيديهم لا تزيد عنهم ولا تنقص وقيل قدروها تقديرا أيضا قول آخر قيل أن الشراب مقدر فيها على قدر ما يحتاجون وإن كان نحن قلنا لا عطش في الجنة ولا ضماء في الجنة إنما هذا هو شراب للتنعم وللتلذذ ليس عن ضماء ولا عن عطش إنما هو للتلذذ والتنعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه وقال أنه لا تشرب بآية الذهب والفضة وبيّن حرمة هذا الأمر في اقتناء الذهب والفضة بالعدم الأكل بها والشراب بها لأنه قد يحرم الإنسان من أكل بآية من ذهب أو فضة في الدنيا قد يحرم منها في الآخرة وكذلك قال من أكل بآية ذهب فضة فإنه يجرجر بها في نار جهنم لأن هذه من أمور ترف في الدنيا التي نهي عنها المسلم أن يتقرب إلى مثل هكذا معاد أفوا فلا يقربها ولا يعتعامل بها ورد في صحيح مسلم أنه أهل الجنة كما ورد في حديث كثيرة في غير مسلم أيضا أنه يؤتى بالطعام لأهل الجنة فيأكلون حتى تمتلئ بطونهم ثم يؤتى لهم بالشراب الطهور كما قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال على أنه يؤتى لهم بالشراب الطهور فتضمر بطونهم ويخرجوا الطعام منهم على شكل المسك العرق ويكون ذلك العرق كنفح المسك أو يكون تجشئا يخرجوا منه المسك فتضمر بطونهم بعد أن أكلوا واستلذوا بالطعام ولذلك ورد في صحيح مسلم كما قلنا أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون وهذه كلها يعني من ميزات أهل الجنة ما جعلها الله لهم جعل لهم من هذه النعم العظيمة وكما قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال قوارير من فضة قدروها تقديرا فكانت مقدرة تقديرا عظيما أو أن الله هو الذي قدرها أيضا هذه الأقوال التي قيلت في قدروها تقديرا وقرئت أيضا قدروها تقديرا يعني إما قدروها أو قدروها نعم وفي كل قراءة لها توجيه إما قدروها أي كان السقات يقدرونها تقديرا يعني يقدرون لكل شارب على مقداره أو قدروها على تقدير الله كما ذكرنا أو تقديرهم هم ثم قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة ويسقون فيها كأسا السقية غير الشراب كما قال يشربون هنا قال يعني كما قال عينا يشرب بها عباد الله هنا قال ويسقون السقية تختلف عن الشراب يعني يسقون من أسقاه أي أنه الله سبحانه وتعالى يسقيهم إنه عن طريق الملائكة وإما عن طريق تطير الكؤوس والأقداح التي تأتيهم وإما بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال يسقون فيها السقية تكون يعني شرب هو وسقاه غيره هذا الفرق بين سقى وشرب على السرعة قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة يسقون فيها كأسا والكأس كما قلنا إذا ذكر الكأس مطلقا يراد منه ما كان به خمر فإن خلى من الخمر فهو لا يسمى كأسا قد يسمى إناءا وقد يسمى قدحا لكن طالما فيه خمر يسمى كأسا ونحن قلنا لما قال مزاجها زنجبيلة مزاجها أي تمزج وتخلط بالزنجبيل نحن قلنا أن عيون أهل الجنة عيون الجنة أربعة هناك للمقربين وهناك للأبرار فالمقربون يشربون يعني من عيونها صرفا يعني من غير تمزج بماء والأبرار يشربونها مسجا أي تمزج لهم بالزنجبيل أو الكافور وغير ذلك من ما طاب من ما تشربه العرق قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها أي كان مزجها أو كان طعمها كأنه زنجبيل وإن لم يكن فيها زنجبيل هذا يعني من قال يعني كأنه الزنجبيل هو جزء منها من كينونتها ومن تكوينها لا ألا أنه فيها الزنجبيل ولذلك نلاحظ أنه مرة قال كافورة ومرة قال زنجبيلة مع العلم الزنجبيل يعني كما ذكر أهل العلم قالوا هو نبت يعني كجذور السعد أو من سميح بالعامية السعد وهو جذور السعد له جذور كالجزر ينبت تحت الأرض له الزنجبيل يعني ينبت في بلاد الصين وفي عمان وفي غيرها من البلدان وأجودها ما ينبت في الصين ففيه يعني راحعته بخارية وفيه مذاق لاذع وهو حريف وكذلك يستعمل في الأدوية وذكر بعض أهل العلم أنه يستعمل حتى في المربى مع السكر يصنعون منه هكذا ويستعمل في الأدوية أيضا كثيرا وله فوائد كثيرة الزنجبيل قال وكانت العرب يعني تستحب أن تشرب الزنجبيل وتخلطه مع شرابها كما قلنا أنه مرات العرب كانوا يأتون بالمسك فيمسحون داخل الباطية بالمسك ثم يصبون الخمر فيها فيشربونها فيكون فيه طعم المسك ورائحة المسك مع الشراب ومرات يضعون شيء من الزنجبيل مع الخمر للذعته فكان البعض يحبه أن يشرب الخمر فيه لذعة فهذا يحققه الزنجبيل في ذلك المقام وقيل أن الله سبحانه وتعالى جعر الكافور مرة يسقون من الكافور مزاجها كافورة ومر مزاجها زنجبيلة قال فجمع الله بين الكافور البارد وبين الزنجبيل الحار وهذا على مذاقات أهل الجنة وعلى ما يريدون ويتذوقون ويحبون في الجنة قال كان مزاجها زنجبيلة فمنهم من قال علينا زنجبيل كما قلنا لكم اسم عين ومنهم من قال أن الماء الممزوج كأنه زنجبيل وهو ليس بزنجبيل نعم قال كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة أي عين فيها أيضا تسمى سلسبيلة هناك عين أيضا من عدى الزنجبيل ومن عدى السلسبيل ومن عدى الكافور أيضا هناك عين فيها تسمى سلسبيلة عينا نلاحظ أن القرآن الكريم عندما يستعمل كلمة عين عين الشيء ذاته وعين الشيء أفضله وعين القوم أفضلهم والعين كما ذكر الفيروس أبادي أنه جاءت بخمسين معنى في اللغة العربية عين الشمس وعين الماء وعين العين للذهب والعين للنقد والعين معاني كثيرة ذكرها الفيروس أبادي من أراد الرجوع إليها ولكن الجميل في القرآن الكريم أنه جاءت جمع عين جاءت للعين الباصرة ولعيون الماء فإذا استعمل العين الباصرة جمعها على أعين وإذا أراد جمع العين الماء قال عيون ولذلك لاحظة القرآن مضطرد في هذه القاعدة حيث جمع عين الماء عيون وجمع عين الناس أعين واختلفوا في ذلك يعني رغم أنه ذكر ذلك البطل يوسي أيضا ويعني جمع من أهل الألم فقالوا ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل عيون الناس هي أكثر من عيون الماء فما الحكمة أنه جاءت عيون الناس بجمع القلة وعيون الماء بجمع الكثرة رغم أنه عيون الناس هي أكثر من عيون الماء قالوا أنه يعني ذهب البعض منهم في شرح الكافية قال على أنه الجمع لا يشترت فيه أن يأتي للقلة والكثرة قد يأتي جمع القلة لا يراد به قلة وقد يأتي جمع الكثرة ولا يراد منه كثرة كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وهنا كانت خطاياهم كثيرة فهم قوم كما قال حسن قوم كفروا بالله ألف سنة فكيف عبر القرآن عن ذلك قال يعني مما خطيئاتهم وجعلها جمع كلا ولم يقول من خطاياهم قالوا لأنه قد تأتي في اللغة الجموع ولا يراد منها ذات القصد في الجمع وأنا كان لي رأي آخر أقول أنه ربما كان المقصود من العين يعني عندما نقول معين المعين هو العين التي تجري أو العين الظاهرة العين الماء التي ظاهرة للعيان فعندما نقول عيون الناس مقدار ما يخرج منها من الدمع قليل ومقدار ما يخرج من عيون الماء من عيون الماء كثير ولذلك جاءت عيون الماء وإن كانت هي قلة في العدد لكن لما ماءها كثير سمها عيون ولما كانت أعين الناس هي كثرة والدمع منها قليل قال أعين قال عينا فيها تسمى سلسبيلة هذه سلسبيلة اختلف أهل اللغة يعني قال ابن العربي قال ولم أعلم أن سلسبيل جاءت إلا في القرآن الكريم فلا يعلم لها وزن منهم من قال سلسبيل على وزن فعل ليل ومنهم من قال على أن هذه لفظة ليست عربية ومنهم من تكلف فقال إما هي من السلاسة والسبالة يعني قالوا إما السلاسة والسبالة فجمعت فأصبحت سلسبيلة قالوا لأنه السلس هو سهولة الماء وهذا ذكره أهل اللغة قالوا ماء سلس أي أنه سهل وقيل سلسبيلة قال لأنها سهلة الجري أو سهلة البلع أو أنها يعني على معنى السهولة واليسر فكلها على معنى السلسبيل ومنه من قال السبالة من سبلة السماء إذا أمطرت وإذا أنزلت الماء فكأنه جمع بين اللفظتين فقال عينا فيها تسمى سلسبيلا بكر النقاش الموصلي رواية عن علي رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك أيضا ابن عطية في المحرى الوجيز وذكر ذلك أيضا الرازي من بعدهم فقالوا أنه رواية عن علي رضي الله تعالى عنه قال عينا فيها تسمى سلسبيلا إليها أي أنه سلسبيلا أي اسأل لها طريقا أي كأنه هذه العين وطبع القراءة أشاذة أي أنه اسأل طريقا إليها وابتغي طريقا إليها وقالوا أنه هذه يعني قال ابن عشور قال وهذا تكلف وليس بصحيح وكذلك قبله الإمام الزمخشري أيضا أنكر هذه الرواية وقال أنه يعني بعيدة في الاستعمال بينما ذهب النقاش الموصلي وغيره من أهل اللغة قالوا لا ضيرا فيها لأنه لا يصل إلى هذه العين إلا من اتخذ طريقا إليها في العمل الصالح حتى يصل إلى الجنة جعلان الله جميعا من أهل الجنة نتوقف على القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الدهس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها من أقتالها من أقتالها من أقتالها من أقتالها